لازم تبقى فاهم انه الهدنة هي ليست فقط وقف الاطلاق النار ولكن فيها الكثير من النقاط يمكن انها ذكرتلك بعضها ذكرتلك انه هيفضل يدخل او تدخل المساعدات الانسانية الشاحنات عبر مصر عبر معبر رفح تحديدا بوقع 200 شاحنة يومي ده على سبيل المثال لا الحصر بنتكلم على 130 الف لتر من السولار علشان نشغل المستشفيات نشغل محطة الكهرباء نشغل المخابز يعني بنتكلم على المنشآت الاكثر حيوية بالنسبة لحياة المواطن الفلسطيني في قطاع غز بنتكلم على تقريبا اربع صهريج بشكل يومي تدخل من الغز اللازم للطهي ده على سبيل المثال لكن كمان بنتكلم على المنع الكامل لتحليق الطيران الاسرائيلي او حتى الدرونز مسيرات فوق القطاع طول مدة الهدنة المنع الكامل يعني اللي هو لا اه يعني لا واتفق الطرفان على ذلك الهدنة معلش عذرونا احنا بنحاول قدر امكاني يا جماعة ان احنا ناخد اكبر قدر ممكن من المصادر والمحللين ما يبقاش الكلام بس من المزيع اللي بيتكلم وانما يبقى في عندنا اراء ويبقى في عندنا تحليلات ومن اكثر من جهة وما الى ذلك هرجعك على المسألة بتاعة منع التحليق للطيران الاسرائيلي ولا حتى المسيرات الدرونز طوال مدة الهدنة وبجانب منع هذه المسيرات من التحليق لمدة ست ساعات في الشمال يعني ما تجيش تقولي بس اصل شمال غزق لا نفس القصة بس ولكن لمدة ست ساعات احنا بنتكلم على الهدنة نجحت جمعة وسبت وحد واثنين هذا الجهد المصري القطري الحقيقة لافت للجميع لا يوجد دائرة سياسية واحدة على مستوى العالم الحقيقة لا تذكر ولا تحلل ولا تثني على هذا الجهد في اقرار هدنة ناجحة والحمد لله لمدة اربع ايام اتفاق تبادل ناجح جدا لمدة الاربع ايام هيتعامل بقى تبادل الاسرة والمحتجزين ما بين الجانبين ما بين الجانب الكائن الصهيوني من جهة والمقاومة الفلسطينية من جهة فاحنا بنتكلم في 11 مقابل 33 من اتكلم في حوالي 3 اضعاف يعني احنا هنفرج او المقاومة الفلسطينية احنا كلنا المقاومة الفلسطينية تفرج عن 11 من المحتجزين من جانبها الجانب الصهيوني يفرج عن 33 من اسران الفلسطينيين من جانبه طيب ايه اللي هيحصل بعد كده الافتر ماث دا داي افتر سمي زي ما تسمي يعني ايه يعني احنا عملنا الاربع ايام ادرنا المدد يومين انا استشعر ان احنا هنقدر نصل باذن الله الى نجاح تالت في المزيد من التمديد استشعر في ان احنا هنقدر نصل الى نجاح تالت في المزيد من اتفاقات تبادل الاسرة او المحتجزين من الجانبين